السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تعلقون اليوم؟ اليوم مراجعة جديدة من سلسلة مراجعة الكربولة و انا معكم دكتور احمد ابو الخير الجهاز اللي أريد أن أفعله مراجعة اليوم هو جهاز بازي جهاز بازي هو واحد من أدوات البين كنترول في الانجكشن عموما ليس الانجكشن في الانجيكشن عموما. يعني المفروض ان انا استخدمه للكنترول على البين مع اي نوع من انواع الحقن. الجهاز اثبت تأثير في اغلب مواضع الحقن. يعني اثبت تأثير في الحقن تحت الجلد في الحقن في العضل او في العضلات زي بنقول. طبعا كمان في الحقن الموضوعي للبينج في طب الاسنان. يمكن اول مسمات عن الجهاز في الاول ما كنتش متوقع ان يكوني تأثير قوي في الدينتاليوز. كنت اظن يعني ان هو عبارة عن حولة الهاء مش اكتر. ولكن بعد ما قرأت اكتر من بيبر وهسيب لكم بيبر في الدسكريبشان بتاع الفيديو لو حبي ان انتو ترجعوا ليها. وجدت ان دي تأثير في حاجات كتير عن طريق اكتر من باسوي مش باسوي واحد. وبالتالي بدأت اجربه علشان اشوف اذا كان فعلا ليه تأثير ولا لا في الدينتاليوز. الجهاز اللي معي اللي هي النسخة السودة وفي منه نسختين تانيين هوريكو صورها كمان. في الفيديو بيكون شكلهم لطيف جدا لو هستخدمه للبيدو او للاطفال. بيكون عبارة عن جزء من البلاستيك في زرار تشغيل من الجزء العلوي هنا. وبيتوصل لي كيس من الجل سائع او نقدر كمان نحطه في الفريزر او في التلاجة عشان يكون اسقع. الجهاز ده مجرد ما بنحطه على اي نسيج في الجسم ونشغله مدة دقيقة بسبب فقدان للاحساس بسيط او فقدان للاحساس يعني لفترة مش طويلة. وده بيخلي الانجكشن بين اد. فلو انا مثلا هحن لطفل حقنا في العضل مثلا او في الكتف هنا فالنا ممكن احطه هنا واسيبه شغال لمدة دقيقة. والجهاز بيشتغل بيدي فايبريشن او زنة هقربه من المايك كده هتسمعوا صوته بيعمل دوشة كبيرة بيعمل زنة جامدة لو سمعتوا الصوت واضح في المايك فالفايبريشن ده بدوره بيعمل حاجتين بيعمل زي خدلان او نمنس في المكان اللي هتحن فيه وبالتالي بيقالل البين او الاحساس بالبين الحاجة التانية كمان انه بيعمل الهاء للمريض لو انت هتحن انت ممكن تسيبه على مكان الحقن لمدة دقيقة وبعد كده تحن هو لسه على مكان الحقن في الدينتاليوز ده ممكن مبقاش متاح اوي فبنحطه على مكان الحقن او انا مثلا هنفلتريشن فنقدر اسيبه على المكان هنا واشغاله لمدة دقيقة زي ما قلنا الفايبريشن السريعة اللي بتحصل او الهزة اللي بتطلع من الجهاز بتسبب خدلان في العضو اللي الجهاز ملاصق لي ده اول باسوي بيستخدمه الباسوي التاني الحاجة الساقعة قوي تمام معروف ان اي حاجة ساقعة بتقلل الاحساس بالوجع فالجل الساقع مع المفروض ان ده بدوره هيقلل الاحساس بالوجع النقطة التالتة وهي الالهاء وده الكل اللي كان مسيطر على بالي لما بدأت ابحث عن الجهاز ان هو مجرد بلاسيبو افكت ان هو مجرد وهمة انا هعيش العيان في وهم ان الجهاز ده انا هاخطه فهي هيسبب لك يعني يقال الاحساس بالوجع او يقال الحقنة ما تحسش بها ولكن لا فعلا الجهاز اثبت كفاءة من خلال الاحساس او من خلال الجزء السائع انه بفعلا بسبب ان الوجع يكون اقل او يمكن مش محسوس خالص في بعض الاماكن وزي ما قلنا هو مش للدينتاليوز بس يعني هو ممكن يستخدم في اي مكان في الجسم وكمان يقدر نستخدمه كدينتاليوز مع الاطفال بالذات وحتى الكبار يعني مين فينا كل يوم ما بيتعرضش المريض عنده فوبيا من الحقن يعني يمكن لسه النهاردة الصبح وانا شغال بعمل المريض رغم انه هو اسهل انواع الحقنة لكن المريض ما عندهش خلفية ان الانفلتريشن ده حاجة بسيطة او يعني الالم بتاعه لا يذكر المقاراتة مثلا بالنيرف بلوك ومع ذلك المريض عنده فوبيا جديدة ومش عايز ياخد حون تبنجي مجرد ما حطنا جهاز وبدأت احسسه ان خلاص الموضوع متقلقش بدان ما حسبنا الجهاز دقيقة انت مش هتحس بوجع هو فعلا انتطمن وبدأ يسيبني احل بدون ممنعة او بدون ما يدخل او يحرك نفسه زي ما بيحصل مع بعض المرضى فانا بشوف انه هو كواهم او كايحاء للعيان هو ناجح جدا كفعلا ان الحاجة السقعة والفيبريشة دي تأثير على ان يعمل ليف للبين او ان يقلل الوجع فهو برضه اثبت كفاءة في ده وبالتالي انا شايف انه جهاز جهاز كويس الجهاز وكيله في مصر شركة ارتك هسيب لكم الروابط التواصل معهم على الشاشة وفي اه الدسكريبشن وكمان هم اللاقل في الشرق الاوسط وافريقيا يقدروا يوصلوا الجهاز لاي مكان داخل افريقيا مش شرط انك تكون داخل مصر عشان يوصلو لك الجهاز فهاسيب لكم روابط التواصل معهم وارقامة تريفونات على الشاشة وفي الدسكريبشن تحت ولو حابين ان انتو تتعرفوا اكتر على الجهاز هسيب لكم رابط فيديو كلينيكل بعد كده للجهاز واحنا بنستخدمه مع اخر من المريض ونشوف التأثير مع المريض هيكون عامل ازاي دي كانت مراجعتنا النهاردة اتمنى ان المراجعة تكون مفيدة لكم والمراجعة دي حنا بستدف بها الدينتل والميديكال فيلد مش بس الدينتل اشوفكم دايما على خير دمتم موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة